اخبار من اي تي في العدالة وفيها الاحصائية اليومية للصحة تكشف 541 اصابة جديدة بكورونا و 616 حالة شفاء اي تي في العدالة تواكب استعدادات كليات جامعة الكويت لتطبيق نظام التعليم الطارئ عن بعد سفير المملكة العربية السعودية لدى الكويت يؤكد المنفذ السعودي مفتوح على مدار الساعة للكويتيين في الحالات الانسانية ومن العناوين الى التفاصيل اعلنت وزارة الصحة تعافي 616 اصابة من مرض كوفيد 19 خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية ليبلغ اجمال عدد حالات الشفاء من المرض 29512 حالة وقالت الوزارة انه تأكد تماثل تلك الحالات الى الشفاء بعد اجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن وعلى صعيد الاصابات اعلنت الوزارة تسجيل 541 اصابة جديدة بمرض كورونا المستجد كوفيد 19 خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك اجمال عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 30,074 حالة في حين تم تسجيل حالتي وفاة اثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 308 حالات ففي الاربع وعشرين ساعة الاخيرة ثبتت وتأكدت اصابة 541 حالة بفايروس كورونا سارس كوف 2 والمسبب لمرض كوفيد 19 نلاحظ ولله الحمد تكرار تسجيل حالات الشفاء بعدد يفوق عن عدد حالات الاصابة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية وتكرر معنا هذا الامر لعدة مرات كذلك هناك ثبات نسبي في ارقام الاصابة خلال الايام الماضية وللمحافظة على هذا الثبات والمساهمة للانتقال من مرحلة الى اخرى ضمن مراحل العودة للحياة الطبيعية لا بد من استشعار المسؤولية المشتركة وتطبيق طرق الحماية الشخصية بلغ عدد المواطنين الكويتيين والذين ثبتت اصابتهم من هذا الرقم ال541 لاصابة الكلية بلغ عدد المواطنين الكويتيين من هذا الرقم و283 حالة أي بما يشكل نسبة 52.3% للمواطنين وبقية الحالات كما تشاهدون وعددها 258 توزعت بين جنسيات اخرى مختلفة أي بما يشكل 47.6% من مجموع الاصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية توزعت الحالات الجديدة على المناطق الصحية المختلفة حيث جرى رصد 153 حالة في منطقة الأحمدي الصحية و 145 حالة في منطقة الفروانية الصحية و 100 حالة في منطقة الجهراء الصحية كل ذلك خلال 24 ساعة الماضية و 79 حالة في منطقة حوالي الصحية و 64 حالة في منطقة العاصمة الصحية أصدرت وكيلة وزارة الصحة لقطاع العمل الأهلي فاطم النجار تعميما بتحديث إجراءات العمل في القطاع تمهيدا للعودة التدريجية للعمل وتماشيا مع تحديث إجراءات العمل في مرافق وزارة الدولة وتضمن التعميم استمرار إجراء الجراحات الطارئة والسماح بجميع الإجراءات الجراحية الاختيارية التي تجرى تحت التخدير الموضعي شريطة ألا تكون ضمن الجراحات التي تستدعي تغيير الإجراء إلى التخدير العام وألا تستدعي حجز أو نقل دم ويستثنى من ذلك عمليات شفط الدهون الموضعية فلا يسمح بها في هذه المرحلة قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية إنه انطلاقا من التزام الكويت بالقوانين والأعراف الدولية وكعمل إنساني تحتمه مبادئ ديننا الحنيف والتزاما منها بمبدأ التعاون المشترك بعمليات الإنقاذ البحرية والبحث عن المفقودين في البحر فقد وافقت دولة الكويت على طلب السلطات الإيرانية بدخول سفينة بحث إيرانية لمياه الكويت الإقليمية وذكر المصدر أن دخول السفينة جاء برفقة وإشراف كامل من القوة البحرية وقوات خفر السواحل الكويتية للقيام بعملية مشتركة للبحث عن مفقودين إيرانيين كانوا على متن السفينة الإيرانية بهبهان التي غرقت قرب المياه الإقليمية الكويتية قبل أسبوع وأشار إلى أن عمليات البحث تمت في كامل المنطقة وانتهت اليوم بعد التأكد من خلوها من جثث ضحايا السفينة الإيرانية بهبهان موسيقى قدم النائب صالح عاشور اقتراحا برغبة بمنح العسكريين في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء المتواجدين في الصفوف الأمامية وسام الكويت ذو الوشاح من الطبقة الممتازة تكريما لجهودهم في مكافحة كورونا في الوقت الذي ينادي فيه الجميع بتطبيق التعليم عن بعد قامت كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت بالتجهيز والاستعداد لتطبيق التعليم الطارئ عن بعد مراسل اي تي في العدالة موفق العرقان رصد لنا آخر هذه الاستعدادات تسعى جامعة الكويت لتطبيق التعليم الطارئ عن بعد ونتحدث هنا تحديدا عن كلية العلوم الإدارية التي قامت بالتجهيز والاستعداد لتطبيق التعليم الطارئ عن بعد والتخلص من العراقيل التي سببتها جائحة كورونا طبعا احنا بالكلية من اليوم الأول عملنا فريق عمل مصغر من كل الأقسام تقريبا حاولنا ندرس المشكلة هذه وشفنا أن المشكلة كانت عبارة عن فجوة تمت بسبب كورونا بين الطالب ومعلمة الدكتور ودرسنا شنو الامكانات اللي موجودة عندنا بالكلية وشنو بالجامع عموما وبالكلية بالخصوص وتواصلنا مع الإدارة الجامعية من أول يوم وشفنا أن عندنا بعض الامكانات ممكن نفعلها وهذا ما تم بالفعل فقسمنا مراحل عملها ثلاث مراحل المرحلة الأولى كانت احنا ندرب روحنا بالأساس على اللي موجود عندنا والمرحلة الثانية ننقل التجربة للزملاء الدكاتورة اللي تمت الحمد لله خلصت المرحلة الثالثة راح نبلش فيها من باشر تدريب والتجريب مع الطلبة باستخدام منصات التعليم عن بعد اللي هي اسمها مايكروسوف تيمس هو طبعا إلى الآن ما في شيء رسمي لاستخدام التعليم عن بعد الطارة اللي نسمي هذا الشيء الرسمي أنه في تسعة ثمانية سنعود لمقاعد الدراسة سواء كانت مقاعد فعلية أو مقاعد عن طريق استخدام منصات التعليم عن بعد راح يبين هذا على حسب التوصيات الحكومية اللي تصير قبل المراحل اللي مذكورة قبل تسعة ثمانية راح يقولوا لنا ان شاء الله بس احنا قاعد نستعد يعني هذا الفكرة اللي سونا هنا ما ننطر لغاية الحدث احنا قلنا الحين نذهب روحنا كأنما بيصير الحدث او التعليم عن بعد راح يبطيدي بعد اسبوع مثلا هذا اللي قاعد نسوي احنا بالنسبة للطالب راح يرجع نفس محاضراته القديمة نفس جدوله القديم احنا خلصنا ستة سابع بالكورس العادي فعليا قالنا تقريبا ستين بالمئة من الكورس اوكي فرح يبين شون عن طريق اما يونح عندنا هنا ان شاء الله او عن طريق التعليم عن بعد ولنجاح سير هذه العملية حارصت الكلية على تأهيل اعضاء هيئة التدريس بما يتلاءم مع التقنيات الحديثة المتبعة تم وضع خطة في داخل الكلية حاولنا بالامكانات المتاحة ان تكون شيء بسيط يحفظ خصوصية الاقسام العلمية واحتياجاتها الخاصة فيها وبالتالي فريق الكلية هذا كان يتمثل فيه جميع الاقسام العلمية في الكلية وهذا الفريق كان يخطط ويرتب وينفذ في ذات الوقت بالتواصل طبعا كان تواصل الكتروني وتمكننا من خلال هذا الفريق ان نتدرب على منصة مايكروسوفت تيمز احنا كأعضاء فريق وننقل هذه التجربة الى الاقسام العلمية كل الدكات واللي موجودين فيها وكذلك المعيدين أعضاء هيئة تدريس المساندة كان اكو جهود حق رابطة طلبة كلية العلوم الادارية بحيث ان تحث الطلبة على تفعيل البريد الالكتروني الجامعي وتخلي الطالب ايضا كذلك على نفس الدرجة من الجهوزية لاستخدام منصة تيمز التعليم عن بعد يرى الجميع ان التعليم عن بعد ينمي مهارة الطلبة في التواصل ويحقق استدامة في مسيرة التعلم ومنعه من التأثر بالازمات والكوارث الطبيعية نفى الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ما تردد عن رفض الجهاز تعيين المقيمين بصورة غير قانونية في وزارة الصحة للمساهمة في مواجهة تداعيات ازمة فيروس كورونا بما فيها السماح بتعيين الكوادر الطبية للمقيمين بصورة غير قانونية في التخصصات الطبية ممن لديهم بطاقات سارية الصلاحية نافيا ما اشيع عن رفض الجهاز وتعطيله تعيينهم في التخصصات الطبية وقال الجهاز انه خاطب في الثالث من مايو الماضي وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية باستثناء هذه الفئة من شروط التعيين نظرا للظروف الصحية السائدة ولحاجة البلاد الى هذه التخصصات اطلقت الهيئة العامة للبيئة منصة الامتثال البيئي الالكترونية بهدف تسريع اجراءات الخدمات التي يقدمها قطاع الرقابة البيئية بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة وعلى رأسها الادارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية والهيئة العامة للصناعة وقالت نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية بالهيئة سمير الكندري ان المنصة تعمل على تقليص الدورة المستندية والغاء الاجراءات الورقية والغاء التعامل المباشر مع الجمهور وذلك التزاما بقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن توضيحا لفتح المنافذ البرية بين الكويت والسعودية أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد الأمير سلطان بن سعد السعود أن المنفذ السعودي مفتوح على مدار الساعة للكويتيين في الحالات الإنسانية بعد نيل موافقة رسمية من السلطات في البلدين تعاقد مجلس إدارة نادي النصر مع اللبناني قاسم الزين مدافع فريق النجمة كمحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم تحضيرا للاستحقاقات المحلية المقبلة يأتي ذلك بعد حصول إدارة النصر على موافقة نظيرتها في النجمة بشأن استعارة اللاعب لمدة موسم واحد بعد سلسلة من المفاوضات التي تمت بشكل سريع من أجل تعزيز قدرات العنابي الدفاعية ويمتلك الزين سيرة ذاتية مميزة من خلال تألقه مع كتيبة النجمة ومنتخب لبنان إلى جانب خوض رحلة احتراف مؤخرا مع الميناء العراقي اشتركوا في القناة